اشتركوا في القناة ويسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين مشيرا سعادته لمواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها سعادة وزير الصناعة والتجارة لمصنع جنيد للعطور ومصنع الشركة الدولية لصناعة الشباك الألمنيوم في منطقة الستر الصناعية بحضور عدد من المسؤولين وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متبعة كافة مستجدات القطاع الصناعي والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية وخلال الزيارة أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي مضيفا أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية بحضور سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة صادرات البحرين أعلنت عقارات السيف بالتعاون مع صادرات البحرين عن تجشين مبادرة محلي وهي مبادرة تنموية تهدف إلى دعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وتعتبر مبادرة محلي علامة فرعية تابعة لشركة عقارات السيف حيث تقدم لمستفدي صادرات البحرين من الشركات المحلية المختارة فرصة قيمة لاستغلال الإقبال الكبير على مجمع السيف مع الإعفاء من رسوم الإيجار وتخفيضات في العمولة وخلال حفل الافتتاح تفقد سعادة وزير الصناعة والتجارة المساحات المخصصة لمحلي في المجمع وبهذه المناسبة قال سعادته أن هذا التعاون يشكل خطوة فعالة لتعزيز الإطار الداعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وأن توفير مساحات تجارية في مواقع رئيسية يمكن الشركات المحلية إلى الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والآن نترككم مع داء الأسواق المالية الخليجية موسيقى عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي اي بي اف اجتماعه الدوري برئاسة سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد وذكر سعادة السيد حميدان خلال كلمته الافتتاحية أن المعهد حقق خطوات متتالية لتطوير برامج التدريب المهني والأكاديمي بشكل مستمر بالإضافة إلى تفعيل دور دعم المؤسسات في القطاع المالي على رفض منتسبيها بالمهارات اللازمة في مهنهم وتخصصاتهم المختلفة والارتقاء بجولة المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر